السيسي يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة اللبنانية وإعلاء المصلحة الوطنية إدارة بايدن تجمد خطة صحف القوات الأمريكية من ألمانيا وتقرر إخضاعها لموراجعة دقيقة جونسون يتهم الاتحاد الأوروبي بالتصعيد في أيرلندا وتأخير تسليم لقاحات كورو الخامسة صباحاً أثارثة بتوقيت جونسون موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة أهلاً بكم أكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على حفظ مقدرات الدولة اللبنانية بالمقام الأول وإخراجها من الحالة التي تعاني منها حالياً من خلال قيام كافة القادة اللبنانيين بإعلاء المصلحة الوطنية وتسوية الخلافات وخلال استقباله رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريني بقصر الاتحادية بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة السيد سامح شكي وزير الخارجية أكد رئيس السيسي أهمية تسريع جهود تشكيل حكومة المستقلة قادرة على التعامل مع التحديات الراهنة وصود مقدرات الشعب اللبناني ووحدة نسيجه الوطني عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً لاستعراض الخطط الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 مع وزيره التخطيط والمالية وخلال الاجتماع أشرت وزيرة التخطيط هلا السعيد إلى معدل نمو الاقتصادي المتوقع حتى عام 2024 الذي سيفوق نمو عدد كبير من الاقتصادات حول العالم وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي مشيرة إلى أن الأنشطة الاقتصادية ستحقق معدلات نمو ملموسة أكد الرئيس التونسي قيس السعيد على موقفه الثابت من التعديل الوزري والقائم على احترام الدستور وخلال استقباله للأمين العام للانتحاد العام التونسي للشغل بقصر قرطاج شدد الرئيس التونسي على احترامه الكامل للدستور مشيراً إلى أن أي حوار لحل هذه الأزمة يجب أن يكون في ظل مبادئه وكذلك الاختيارات التي لا لبس فيها أبدت الولايات المتحدة خيبت أملها إزاء إعلام محكمة العدل الدولية اختصاصها للنظر في العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس أن محكمة العدل الدولية رفضت حققاً قانونية سليمة بأن القضية التي رفعتها إيران خارج اختصاص المحكمة أعلن قائد القوات الأمريكية في أوروبا الجنرال تود والترز تجميد خطة صحب 12 ألف جندية أمريكية من ألمانيا مشيراً إلى أن الخطة توجد حالياً قيد المراجعة من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة ونقلت صحيفة بوليتيكو الأمريكية عن الجنرال تود والترز أن وزير الدفاع لويد أوستن يقوم في الوقت الراهن بمراجعة دقيقة جداً للخطة مضيفاً أنه تم تجميد كل الإجراءات التي كانت مقررة في السابق حتى ينتهي وزير الدفاع من المراجعة حمل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي مسؤولية التوتر الذي تشهده أيرلندا الشمالية بشأن حركة مرور البضائع بعد البريكزيت وحذر جونسون بأن المملكة المتحدة ستقوم بكل ما ينباقي لفرض احترام عملية السلام والوحدة في البلاد مندداً بموقف الاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض رقابة على حركة الصادرات عبر أيرلندا الشمالية ما يؤدي إلى التأخير في تسليم اللقاحات ضد فيروس كورونا وقال جونسون أنه من المؤسف أن يبدو الاتحاد الأوروبي في موقع التشكيك من خلال دعواته إلى إنشاء حدود في أيرلندا نهاية الموجز وفي النهاية نوحيته علم السادة المشاهدين بأن تردد إكستر نيوز الجديد هو 11785 معدل التنميز 27500 وعمل لتسخطاب رأسي شكراً لكم على حسن المتابعة شكراً لكم على المشاهدة